قضاء عانى أحد أقضية محافظة الأنبار الذي أخفي مئات من أبنائه قسرا خلال وبعد عمليات تحريره من سيطرة تنظيم داعش إذ ما يزال أكثر من سبعمائة من سكانه مجهولي المصير بعد أن أخفوا قسرا منذ أكثر من ثمان سنوات أتمنى جميع السياسين نقوف مع الشيخ خميس كي نقدر نحقق لهم له قليل من الراحة والوسائل اللي قاعدين حرمون بهم تدري أنت أباؤهم وبهم أخوانهم بهم ضبقت بس النساء ذولا يحتاجون الآن لا رواتب ولا مأوى فنتمنى التعاون السياسي مع الشيخ خميس كي نقدر نحقق الأمنيات لأطفالنا لأن تدري هذولا رح يكونون أمانة في رقبة جميع السياسي عوائل المغيبين قسرا يعيشون ظروفا مادية صعبة فلا منازل تأويهم ولا طعام يشبعهم بعد إن فقدوا المعيل فضلا عن ترك أبنائهم مقاعد الدراسة للبحث عن العمل وإعانة أهاليهم وهسا لا تعويض إليه يطلع إليه لا بيت إليه يطلع إليه وكام متأيتام والله سبع نفرات شون عايشين والله عايشين على الله ثم على هالطيبين يعني خو ما نظل لها الحالة هسا أنا دراسة ما جايبتهم ونعب الناس فوق ناس نحن ثلاث عوائل ثلاث عوائل ناس فوق ناس غرفتين هسا جوا وهالغرفة يعني من يجينا خطار والله نحير شون يعني بيت ما عندي أنا وراتب اللي أزمتي ما صار هساني حاليا يم أهلي ولا راتب معنا هواية أنا عشت بيها ما ريضة هو أخذوا من العفو من الجامع أخذوهم وها صارش كم سنة ما عرف عنا أي شي ولأن حزب السيادة يضع من أولويات منهاجه الكشف عن مصير المختفين قسرا فأن أهالي الأقضية الغربية يشددون على ضرورة دعم منهاج الحزب في المرحلة المقبلة لإنهاء مأساتهم والكشف عن مصير أبنائهم المغيبين من الأنبار دريس يحيى قناة الفلوجة